مؤخراً انتشر كلام كتير قوي في الأيام اللي فاتت عن تسرب الغلاف الجوي للأرض طبعاً سمعنا دي لكن ما فهمناش قوي والعلماء قالوا أنه بسبب تسرب الغازات المستمر من كوكبنا باتجاه الفضاء تقلص حجم الأرض وتحديداً تقلص حجم الغلاف الجوي حيث ينكمش الغلاف الجوي باستمرار ويتقلص يعني خلينا نعرف حقيقة تسرب الغلاف الجوي للأرض وهل ده لأي علاقة بالتلوث البيئي أو التغييرات المناخية خلينا نعرف تفاصيل أكثر من دكتور علاء سرحان أستاذ اقتصاديات البيئة صباح خيري دخول صباح نولي فاند صباح خيري فاند خلينا نعرف من حضرتك يعني إيه تسرب الغلاف الجوي الحقيقة دي حضرتك ظاهرة بتحدث بقلها 60 سنة حكاية تسرب الجسائمات بره الغلاف الجوي إلى الفضاء الخريقي طبعاً ده شوفوا يعني العكس يعني عشان كده المشكلة كانت في موضوع أن فيه جاذبية أرضية وتطلع بره ولا بتيجي جوه فالعلماء على مدار 60 سنة كانوا عارفين يعني بيحاولوا يتكهنوا أن دي خاصة بمجال مغناطيسي مثلاً من الممكن هي بتشتغل بالعكس بتجذب الجسائمات دي بره الغلاف الجوي في شهر أبريل اللي فات اتنشرت ورقة بحثية ضخمة جداً من علماء أجلاء جداً عملوا دراسة على هذا الموضوع واتنشرت فيه مجالة نيتش مجالة عالمية طبعاً كبيرة جداً وهي بتقول أن هذه الظاهرة تعزى إلى وجود مجال كهربي حوالي 150 كيلو خارج الأرض أو الغلاف الجوي ودي بسبب أشعة الشمس وهي جاية بتعمل عملية أيوانة يعني أيوانيزايشن دي يعني للمادة نفسها فعملت غلاف أو عملت نوع من أنواع المجال الكهربائي اللي خارج الكرة الأرضية وخارج الغلاف الجوي فبقت بتجذب بسبب أنها بتحلل المادة بسبب هذه الكهرباء الموجودة فبقت بتجذب إليها الجسيمات يعني كأنه جسم آخر جاذب يا فندم كأن في مجال كهرباء زي ما سنحن نتكلم مجال مغناطيسي ألا ده مجال كهربائي اتعامل خارج الأرض حوالي 150 كيلو بيجذب هذه الجسيمات على مدارة 60 سنة اللي فاتت لحنا رسطنا في هذه الظاهرة علاقاتها إبقى بالتغيرات المنغية علشان أكون أمين مع سادة المشاهدين وحضراتكم إلى الآن لم يثبت فعليا كنوع من الأدلة العلمية الدامغة أن لها علاقة مباشرة بالتغيرات المنغية وأنا طبعا في رأي شخصي لو هذه الظاهرة ابتدت من 60 سنة من 60 سنة موضوع التغيرات المنغية ما كانش الحقيقة صحيح بالضبط كده فهو لو حاجة بتحصل من 60 سنة احتمالية أن هي تكون مرتبطة بالتغيرات المنغية أنا أعتقد أنها ضعيفة وإن كان لابد من إثبات ذلك من المجتمع العلمي طيب جميل جدا ده كلام علمي جميل جدا ومحترم لكن يهم الناس أكتر ده تأثير ويعلينا هل هيكون لي أي نوع من أنواع التأثير علينا؟ حتى الآن هذه الظاهرة لم يثبت أنها لها تأثيرات ضارة على جودة أو نوعية الحياة بالنسبة للمواطن على هذا الكوكب هي ظاهرة تحتس وبيرصدوها حتى نقدر نتعلم أكتر ونشوف في المدى البعيد إيه التأثيرات اللي علينا فاقي في هذه اللحظة حضرتك لازال البحث العلمي والمجتمع العلمي بيبحث فيه فعلا ما هي التأثيرات على الإنسان اللي عايش على هذا الكوكب لكن أكيد لو كان فيه تأثير كبير كان بال لأن حضرتك تقول أن الظاهرة دي من 60 سنة لو كانت فعلا الحقيق 60 سنة يعني إحنا كده أخذنا يعني بيانات 60 سنة لو حصل أي ضرر في 60 سنة حيبن دلوقتي طيب بشكل عام إيه هي العوامل اللي ممكن تؤثر على الغلاف الجوي للأرض حضرتك والغلاف الجوي سبحان الله هو فيه غازات جوه يعني الفضاء فيه فاكيوم فيه فضاء اسمه فضاء لأنه مفهوش أي حاجة الغلاف الجوي ربنا سبحانه وتعالى عملهن ده نعمل للإنسان ليه؟ لأن وجود غازات جوه في هذا الغلاف بتقدر نها تحتبس الحرارة عشان الحرارة المتوسطة على سطح الكوكب تبقى مناسبة للمعيشة للإنسان يقدر يعيش يعني لو ما فيش هذه الغازات اللي موجودة اللي هي غازات الاحتباس الحراري اللي هي دي المشكلة بقى دلوقتي اللي أصبحت مشكلة اللي هي مثلا زي الكربون زي الميتين إلى آخر بتحتبس الحرارة اللي جاية اللي هي عشعة الشمس بتحتبس الحرارة فبتخلي الحرارة متوسطة حوالي 12 درجة مئوية على الأرض متوسطة يعني فيه أعلى وفيه أعطى لو ما كانتش هذه الغازات موجودة كان درجة الحرارة متوسطة للكوكب بقت ناقص 17 درجة مئوية فوجود هذه الغازات داخل غلاف الجوي هي نعمة لكن احنا حولناها للأسف الشديد الإنسان بسبب تصرفاته والأنشطة بتاعته إلى نقمة لما زودنا كميات الغازات دي فبقت تحتبس حرارة أكتر فزودنا الحرارة المتوسطة على الأرض لكن احتباس الحرارة مطلوب لكن بنسب ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا البلز عمل لنا التوازن بحيث لازم تكون هذه الغازات موجودة ولكن بكميات وبقطر معين عشان يبقى فيه فعلا التوازن اللي بنتكلم عليه اللي موجود المعادلة اختلت احنا تسببنا في اختلال هذه المعادلة الكيميائية هي معادلة كيميائية لأن حرارتك الغازات دي جاية من إيه؟ ماها جاية من بنزين يعني حرارتك لو حرق نواقود أحفوري ما فيها هايدروكاروس ما فيها كربون لكن حرارتك لو حولت من سائل إلى غاز المعادلة الكيميائية دي بتتغير حاجة صلبة حرارتك بتحرق مخلفات بتحرق نفائيات زبالة بتطلع 200 بتطلع كربون إلى الهوى ده اللي بيزود الغازات فاحنا بنحول من شكل إلى آخر وده اللي بيخلي المعادلة الكيميائية داخل غلاف الجوي تختل طب بيفنم أن العالم كله الحياة دي الوقت بيحاول يلاقي حلول لأضرار التغيرات المناخية وما تسبب به الإنسان فكرة أنه يتعافى الغلاف الجوي فكرة أنه يتعافى كوكب الأرض بشكل عام لأي مدى هي ممكن تطبق وفي قد إيه تقريبا يعني إيه الوقت الممكن كوكب الأرض يحتاجه عشان يتعافى طيب هو في البداية فنم هي الإرادة السياسية المجتمع الدولي ال197 دولة الموقعين على اتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية هي تتطلب أن كل المجتمع الدولي يشتغل مع بعضه بإرادة سياسية قوية عشان نخرج من هذه القضية الوجودية قضية وجودية المجتمع الدولي للأسف الشديد بعض الدول بسبب النزاعات وحروب وإلى آخر قدرت أن هي تخلي الأولويات أو الأجندات الوطنية بتاعتها تتأخليها أولوية على الأجندة الدولية التي هي التغيرات المناخية فمثلا في دول في أوروبا تترجع لإستخدام الفحم بسبب مشكلات سياسية ومنزاعات وحبوب في حين أننا نقول هذه الردة لأنه ليس ممكن كان الدول أوروبا بتطالب الدول النمية بما فيها مصر أننا نتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة ونسيب الوقود الأحفوري في الوقت الذي هم رجعوا يستخدموا في وقت بالأوقات الفحم ليه؟ لأن الأجندة الوطنية بتاعتهم أو المصالح الوطنية بتاعتهم بتقتضي أن هؤلاء يدوروا حتى على التكلفة الأقل أو المتاح والمتاح فإحنا النهاردة لو رجعنا تاني إلى المجتمع الدولي وقدرنا نحط إيدينا في إيديهم بعض ونقول لابد أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية عشان نعمل لحضرتك تفضلت بيه المشروعات موجودة العلم بيقول إحنا نقدر نعمل إيه وما نعمل شيئي يعني الموضوع مش وقفين عند نحية فنية علمية تقنية أبدا كل حاجة موجودة ولكن فعلا لابد أن يكون هناك وقفة من المجتمع الدولي ونقول أن الأجندة العالمية في مواجهة التغيرات المناخية لابد أن يكون أولوية أولى وإلا هذه القضية الوجودية ستأثر على بقاء الإنسان ونوائية حياته على الأرض هل تغيير الفصول الأربع لي أي تأثير على تسارب الغلاف الجو الأرض أولا إحنا عندنا زواهر مناخية بتيجي زي النينيو والنينيا دي واحدة بيجيب أمطار كتيرة وحرارة كذا والتالية بيجيب برد يعني برودة دي موجودة ولكن شدتها زادت بسبب التغيرات المناخية فبتأثر على الفصول الأربع بمعنى أن مصر مثلا وإحنا صغيرين يقول حر جاف صيفا دفيق بمت الشتاء إحنا لازم نعيد النظر في المناخ بتاع مصر لأن بسبب أن الفصول تغيرت الحر سيبقى أشد حرارة أنا آسف الصيف سيبقى أشد حرارة والشتاء ستبقى أكثر برودة حسب السيناريوهات الموجودة وحسب أننا نرى دلوقتي تغيرات جوية مش هنقول مناخية مناخية تاخد فترات زمنية متابعة لكن الجوية بتشوفها اختل وبالتالي الفصول الأربعة أنا شايف أن معادش بقى حكاية الفصول الأربعة موجودة قوي إحنا الفصول بقى كلها مفتوحة على بعضها صحيح هم بقوا فصلين والله يا دكتور طيب عايزة أسأل حضرك على حاجاني حضرك خلال حديثك قلت قضية موجودية و يعني يمكن إحنا بنحس التغيرات بشكل إلى حد من مش قوي يمكن حسب الأبحاث والدراسات أكتر بيبان بشكل أكبر لكن خليها عفونا حضرك لو فضلنا ماشيين بنفس المعدل شكل الأرض يبقى عمل إزاي طيب هو يفرد فيه عندنا حاجتين فيه عندنا حاجات تأثيرات سريعة وقتية حالية زي مثلا اللي بيجي الحرائي بتاعت الغابات مثلا في أوروبا الفيضانات اللي بتحصل دي السريعة الحرائية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وفيه حاجات هتحصل طويل زي ارتفاع مستوى سطح البحر ده حياخد وقت اللي هو زوابان القطب الشمالي والجنوبي برضو بتاخد وقت الجفاف بعض البحار أو بزبط ففيه حاجات إحنا دلوقتي بنشوفها وفيه حاجات لسه حتباد اللي ماشي يحرضك إن إحنا في اتفاقية باريس 2015 قالوا إن إحنا عايزين نخلي درجة الحرارة بتاعة الكوكب المتوسطة لا تزيد عن درجتين ولكن يا ريت ودي موجودة في الاتفاقية تبقى واحد ونص درجة للأسف الشديد إحنا وإحنا بنتكلم دلوقتي درجة حرارة الأرض المتوسطة زادت إلى واحد ونص درجة فإحنا بنتكلم على حاجة على 2040 و2050 النهاردة في 2024 إحنا وصلنا لها فعلشان نعمل عشان نعمل إن إحنا نعكس هذه الدورة لازم نشغل جامل جدا ولازم نبتدي من بارح مش هنبتدي بكرة نبتدي فورا مجتمع الدولي الكثير من الإرادة السياسية مطلوبة على مستوى المجتمع الدولي ولازم يبقى فيها عدالة مناخية ما نطلبش الدول النامية التي ليس لها باع في هذا الصدد إن هي ما كانش بسؤولة في هذا الضرر إن حردك بالطلبية إن إحنا نقلل إمبعاثاتنا ونعمل يعني حنقلل إمبعاثاتنا ومشين في هذا المضمار ولكن لازم نحمي نفسنا ونحمي الأجيال الجاية من التأثيرات تتغلط مناخية طيب قلنا أن التصارب الغلاف الجوي من الممكن أن يؤدي إلى تقلص الأرض الحقيقة فادب دي أنا معلومة للأسف شديد أنا ما قدرش أؤكدها ولا لا لأني لازال البحث العلمي في مهدو ولازال هناك الكثير من الأبحاث اللي لازم أن هي تتعامل علشان قطر تؤكد هذه الفرضية من عدم لكن مما لا شك فينا هيكون لها تأثير لازم لها تأثير والتأثير ده حردك هل هو مرتبط بالأنشطة الإنسانية ولا هو مجرد ما يطلق عليه evolution اللي هو التطور طبيعي للأرض برضو لازم البحث العلمي أنه يؤكد أو أنه هو يعني يقول لا الكلام ده مش مظبوط دكتور لو رجعنا للورا للخلف كم سنة وقت كورونا شفنا الأرض تتعافى شفنا المناخ بيتحسن ولكن طبعا وقت ما نقدرش نرجع له تاني لأنه كانت المصانعة توقفت ووسائل المواصلات توقفت لكن إيه اللي ممكن أن احنا نستفيد منه من هذه المحنة إيه اللي ممكن إيه اللي حصل من السلوكيات اللي كانت موجودة في العالم كله نقدر أن احنا نطبقها في الوقت الحالي أولا إحنا ما نقدرش نحن طالبين أن احنا كدولة أي دولة أن هي تدي يعني تشبع احتياجات المواطنين من مأكل والحاجات الأساسية والكماليات كمان طبعا كل شوية لازم يبقى فيه ارتفاع في مستوى المعيشة ولكن اللي شفنا في الكورونا حررتك أن الأرض هديت شوية بمعنى الانبعسات كتولئيلة وكذا ولكن هناك مشكلة تراكمية أنه لو أفننا كل حاجة النهاردة مستوى غازات الاحتباس الحراري خاصة الكربون والميتين بتفضل متراكمة في الغلاف الجوي لسنوات الكربون ممكن يقعد 100-150 سنة فحنا حتى لو أفننا دلوقتي هيفضل فيه كربون هنعمل إيه لازم نعمل إجراءات أخرى تعمل أوف ساتن أوف ساتن يعني بتعادل أو بتحيد اللي موجود يعني الأشجار حاجات الخاصة بالطبيعة الأشجار والمانجروف وإلى آخر صحيح الحقيقة دكتور كمان في الوقت ده شفنا أن احنا أوجدنا بدايل يعني شفنا أبليكيشنز كتير جدا طلعت شفنا طول الوقت نحن كنا بنحاول أن احنا نتعايش ونتحايل على الموقف على قد ما نقدر بشكرا جزيلا دكتور علاء سرحان أستاذ اقتصطيات البيئة أنا وارتنافع شكرا جزيلا شكرا جزيلا فهم